يقول فضيلة الشيخ اصدقكم الله من صلى لصاحب قبر جاهلا ومغررا به من صلى ايش من صلى لصاحب قبر جاهلا ومغررا به فهل يكون بذلك مشرك ام يُعذر بجهله لا يكون مشركا لانه يقرأ في القرآن يقرأ في القرآن النهي عن الشرك والامر بالتوحيد هذا التوحيد من اظهر الاشياء والله الحمد بالقرآن والشرك من اظهر الاشياء لا يخفى حتى على العوام فقوله يصلي لمخلوق ويعبد مخلوق لا يُعذر بذلك